بسم الله الرحمن الرحيم والسلام على عشرة في المرسلين أبناء الطلبة سنقوم بإنجاز هذا الفيديو الذي يحمل عنوان دراسة الاشتقاقية وحساب النهايات لدالة عددية أنصحوا به شعبة العلوم التجريبي والتقنية الرياضي والرياضي وشعبة التسير لسنة الثانية والثالثة ثانوي حيث قال لتكون الدالة F المعرفة على R بالعبارة F لX تسيوني ثلاثة ناقص ثلاثة X زايد اثنان على أربعة X مربع زايد واحد ألف قال أحسب النهايات وفسر النتيجة بيانية باقع العين وضعية CF بالنسبة إلى المستقيم المقارب الأفقي ثانيا قال لتكون الدالة G المعرفة على R بالعبارة G لX يسيوني F لX إذا كان X أقلتا من الواحد وجل X يسيوني اثنان X زايد جذر X مربع ناقص واحد لما X يكون أكبر أو يسيوني الواحد ألف قال أدرس قابلية الاشتقاق للدالة G عند X يسيوني X0 يسيوني واحد ثم أعطي تفسيرا هندسيا بقال أحسب النهايات للدالة G جيم قال أحسب نهاية G لX ناقص 3X لما X يؤلل زايد من النهاية ثم أعطي تفسيرا هندسيا لهذه النهاية التي نجدها إذن لننطلق على بركة الله في الشرح المفصل إذن ننطلق أبنائي في الإجابة على أول سؤال قال أحسب النهايات وفسر نتيجة بيانيا إذن نكتب هنا ألف حساب النهاية النهاية لاحظوا وانتبهوا معي على أطراف مجموعة التعريف أولا عندنا D F قال تسوينا R لهي من ناقص مال نهاية إلى غاية زايد المجال مفتوح الطرفين فتصبح لنا هكذا لمت أفل X نحن نملكها لهي ثلاثة ناقص ماذا؟ ثلاثة X زايد إذنان على أربعة X مربع زايد واحد لما X يقول إلى ناقص مال نهاية إنها دالة ثابتة زايد دالة ناطقة الدالة الثابتة عند المال نهاية تبقى هي هي معناها تصبح لنا هكذا لمت ثلاثة ناقص الدالة ناطقة تقول أكبر حد على أكبر حد يعني ثلاثة X على أربعة X مربع لما X يقول إلى ناقص مال نهاية تصبح تسوي هذا يذهب مع هذا تصبح لنا الليميت ثلاثة ناقص ثلاثة على أربعة X لما X يقول إلى ناقص مال نهاية هذا المعروف أنه ثلاثة على أربعة X لها ثلاثة معناها على مال نهاية هي صفر تصبح لنا كم؟ تصبح لنا ثلاثة إذن قلت تصبح لنا كم؟ تصبح لنا ثلاثة وبنفس الخطة الآن أبنائي عند الزايد من كذلك لأن الدالة ثابتة زايد دالة ناطقة تصبح لنا ليميت F لـ X لما X يقول إلى زايد مال نهاية تصبح تساين أكبر مثل هذه ثلاثة ناقص ثلاثة على أربعة X ثلاثة على أربعة X عند مال نهاية تعطي لكم ثلاثة على مال نهاية إلاها صفر يبقى لن نتيجة كم؟ إنها ثلاثة ماذا يمكن أن نقول؟ كالتفسير بياني لأنه قال وفسر نتيجة بيانيا إذن نقول التفسير البياني أو الهندسي نقول Y يساوي ثلاثة مستقيم مقارب كيف هو أفوقي اسمعوا ماذا تقول القائد تقول إذا حسبنا النهاية عند المال نهاية لا يهم زايد مال نهاية أو نقص ما وجدناها قيمة ثابتة يعني لم نجدها مال نهاية فقولوا Y يساوي ذلك القيمة التي موجدتمها مستقيم مقارب أفوقي ما معنى أفوقي معنى لما نأتي إلى الرسمة يأتينا بهذه الوضعية حتى نفهم جيدا وتقول القاعدة إذا حسبنا النهاية عند العدد مثلا نقول لميت أفل X لما X يؤل إلى الثلاثة بقيم أقل أو قيم أكبر ونجدها أمال النهاية فنقول X يساوي ذلك العدد الذي انطلقنا منه هو مستقيم مقارب عمود يعني معكو ستين فقط أبنائي بعدما أنهينا مع هذا السؤال نتطرق الآن إلى باقة العين وضعية CF بالنسبة إلى المستقيم المقارب الأفوقي الأفوقي هو ها هو الذي حسبناه من قبل أو وجدناه إذا نكتب هنا دراسة الوضعية وضعية لمن لـ CF والمستقيم المقارب كيف هو الأفوقي الذي معادلته وجدناها أنها ي يساوينا ثلاثة إذا سمينا هذا المستقيم هو داردة مجرد تسمية نقول ندرس دائما في الوضعية نقول ندرس إشارة من الفرق بين ماذا؟ بين F لـ X ناقص Y على مجال التعريف على R على مجال التعريف تعالوا ننطلق تصبح لنا F لـ X ناقص Y يساوي F لـ X نحن نملكها هذه هي 3 ناقص 3 X زائد 2 على 4 X مربع زائد 1 ناقص Y هذه هي قيمته نضعها في هذا الموضع معناها ناقص كم؟ ناقص 3 فيذهب هذا مع هذا فتصبح لنا النتيجة هي ناقص 3 X زائد 2 على 4 X مربع زائد 1 أولا إشارة كسر من إشارة البسط في المقام لكن لو نأتي إلى المقام لهو 4 X مربع زائد 1 قيمة مجبة مهما كان X لماذا؟ لأن الواحد موجب والX مربع موجب ونضربها في 4 سبقا لنا موجب إذن المقام لا نهتم له في هذا المثال في هذا المثال فقط لأنه جاء موجب فنقول إشارة الفرق إشارة الفرق من إشارة ماذا؟ من إشارة ناقص في 3 X زائد 2 هذه الآن نبحث عليها أين تنعدم ونضع لها جدول إشارة منه سوف نعطي الوضعية لأنه قلنا يصبح البسط هو المسؤول في هذه الحالة في هذه الحالة ناقص 3 X ناقص 2 بعدما نشرنا هذا الناقص تصبح تساوي لنا الصفر تصبح لنا ماذا؟ تصبح لنا ناقص 3 X يساوي لنا 2 ومنه ماذا؟ ومنه X يساوي لنا ماذا؟ يساوي لنا 2 على ناقص 3 قلت 2 على ناقص 3 لأن هذا يأتي إلى هنا إذن فنضع أين تنعدم هذه العبارة تنعدم عند ناقص 3 2 على 3 ثم نضع جدوى الوضعية هو الذي يلخص لنا هذه الوضعية بطريقة بسيطة جدا إذن نضع هكذا قلنا من هو المسؤول في هذه الحالة إنه البسط في هذه الحالة في مثالنا هذا إنه البسط هو الذي أصبح مسؤول إذن فنضع هنا X من ناقص مالا نهاية إلى غاية زائد مالا نهاية نكتب الذي هو مسؤول الذي هو ها هو أمامكم بعدما نشرنا عليه ناقص الذي يملكه وهنا ناقص ثلاثة X ناقص إثنان تنعدم عند الناقص إثنان على ثلاثة ها هي ينعدم عندها ونضع هنا هكذا حتى نفهم جيدا إذن عندنا هنا لاحظوا إلى العدد المضروف في الـ X إنه سالب نقول من هنا نفس ومن هنا عكس هذا هو المعروف فتصبح لنا هنا نفس وهنا عكس نكتب هنا الوضعية الوضعية أينما تجدون الزائد قولوا CF يقع فوق دالطة من هو الدالطة؟ لقد سميت هذا المستقيم ها هو المستقيم هذا المستقيم سميته دالطة فقط يعني لإنقاس الكتابة وعندنا نقول هنا CF يقطع دالطة وهنا نقول CF يقع أسفل ماذا؟ أسفل دالطة وانتهى الأمر يعني في الزائد قولوا فوق وفي لنزل إنعدام قولوا يقطع وفي الناقص قولوا أسفل فقط أبناء هذا ما نسميه الوضعية النسبية لمنحني أو لمنحنة ومستقيم بعد ما أنهينا مع هذا الجزء نتلأ إلى الزائد الثاني قال لتكون الدلاج المعرفة على آري يعني من ناقص ما لنا إلى زائد بالعبارة جي لإكس تساوي أفل إكس معناه جي لإكس تساوي إن هذه القيمة إذا كان إكس أقل تمامنا الواحد وجي لإكس تساوي إثنان إكس زائد جذر إكس مربع ناقص واحد إذا كان إكس أكبر أو يساوي واحد معناه في المجال الثاني يمكن للواحد أن ينتمي إلى هذا المجال يعني لأن المجال مغلق أما هنا لا ينتمي لأن المجال مفتوح عند الواحد قال أدرس قابلية الإشتقاق للدلاجي عند إكس يساوي واحد إذن ننطلق رويدا رويدا في إجال السؤال لأن فيه طلب كثيرين لما يجدوا يسمعوا كلمة الإشتقاق يقول أنا لا أفهمها ولكن هي تحتاج إلى قوانين تحفظ وقواعد في الحساب إذن نقول هنا دراسة إشتقاقية الدل ماذا؟ جي عند إكس صفر يساوي واحد لماذا قال واحد؟ لأنه هنا هو مفترق الطرق أولا ما هو المكان الذي ينتمي إليه أو ما هو المجال الذي ينتمي إليه الواحد إنه المجال الثاني فيمكن أن نحسب جيلي واحد تساوي جيلي واحد لا يمكن حسابها من المجال الأول لأنه مفتوح الواحد ليس له حق أما هنا المجال مغلق فيمكن أن نعوض هنا بواحد وهنا بواحد وهنا بواحد كم نجد؟ عوض هنا بواحد واحد واحد هنا أكيد نجد سفر تبقى لنا واحد في اثنان إنه الاثنان إذن تذكروا أن G لواحد إنه اثنان تعالوا الآن ننطلق في عملية دراسة الاشتقاقية نقول limit هكذا أولا نقول X أقل تماما من الواحد يعني نستغل هنا ننطلق الاشتقاقية على يسار الواحد إذن هنا إذا قلنا واحد X أقل تماما من الواحد نصبح لنا ماذا؟ قانون الاشتقاقية يقول G ل X ناقص G لواحد على X ناقص واحد لما X يؤول إلى الواحد بقيم أقل تساوي هكذا limit وننطلق في عملية التعويض G ل X بقيم أقل لاحظوا تساين F ل X معناها نقوم بجلب عبارة دل F لأنه بقيم أقل ها هي ناقص G لواحد G لواحد ها هي أمكم إنها كم؟ إنها الاثنان على X ناقص واحد لم ناقص يؤول إلى الواحد قلت بقيم أقل فقط نتابع إذن بعدها نكمل الآن عملية الحساب هنا بقضية طنيات الحسابية فقط تصبح تساوينا limit هكذا عندنا هذا مع هذا كم يعطي لنا؟ يعطي لنا واحد ناقص ماذا؟ هكذا ناقص ثلاثة X زائد اثنان على أربعة X مربع زائد واحد على X ناقص واحد لما X يؤول إلى الواحد بقيم أقل تصبح هنا نفكر في توحيد المقام أنه هذه أربعة X مربع زائد واحد نضربها في هذا تصبح لنا limit اسمعوا جيدا نضع خط الكسر هكذا وتصبح لنا ماذا؟ تصبح لنا أربعة X مربع زائد واحد وندخل هذا الناقص على هذه القيمة تصبح لنا ناقص ثلاثة X ناقص اثنان على أربعة X مربع زائد واحد على X ناقص واحد لما X يؤول إلى الواحد بقيم أقل تصبح تساوينا limit نضع هكذا تقول في الرياضيات كسر على كسر الأول يبقى والثاني ينقلب ما معنى ينقلب؟ ما نصبح لكم هكذا أربعة X مربع ناقص ثلاثة X ثم ناقص واحد لأن هذا مع هذا يعطينا ناقص واحد على ماذا؟ على X ناقص واحد في أربعة X مربع زائد واحد هذه من خواص الكسر لما X يؤول إلى الواحد بقيم أقل تساوي لنا هنا ما علينا إلا لو نعوذ هنا بواحد جربوا أولا نعوذ بواحد هنا تصبح لنا أربعة في واحد وهنا ناقص ثلاثة وناقص واحد ناقص ثلاثة وناقص واحد ناقص أربعة مع أربعة سفر وهنا نعوذ بالواحد صفر على صفر حالة دمتعين تقول القاعدة إذا وجدنا صفر على صفر حالة دمتعين ودى لك كثير حدود على كثير حدود نستعمل الإختزال ما معنى نقول إذا نستعمل هنا ما نسميه القسمة الإقليدية لهي 4x مربع ناقص 3x ناقص 1 على تقسيم تقسيم x ناقص 1 يقول أحدكم لماذا اخترت x ناقص 1 لأن الذي يعدم البصمة هو هو الواحد لهذا تقول قاعدة x ناقص ذلك الذي يعدم x ناقص ذلك الذي يعدم احفاظوا هذا الأمور درستمها في السنة الثانية ننتبه جيدا إذا ماذا ينتج تصبح لنا 4x مربع على x أكيد تصبح لنا 4x لماذا ها هو أمكم 4x مربع على x يذهب من هنا x ومن هنا x تصبح لنا 4x ثم 4x ثم 4x ثم ناقص 1 تصبح لنا كم تصبح لنا ناقص 4x ثم 4x في x تصبح لنا 4x مربع تقول قاعدة ندخل عليهم ناقص تصبح لنا هنا ناقص وهنا زائد يذهب هذا إلى الصفر والأخر يبقى لنا ماذا x ثم ننزل هذا العدد ناقص 1 x ناقص 1 على x ناقص 1 كم تأتي لكم تأتي لنا 1 لماذا؟ لأن x ناقص 1 على x ناقص 1 ها هي x ناقص 1 قسم x ناقص 1 كم؟ إنها إنها تعطينا 1 إذن ومنه يمكن أن نعود هذا في هذا يعطي لنا ناقص 1 وهذا في هذا يعطي لنا كم؟ يعطي لنا x ندخل عليهم ناقص تصبح لنا ناقص وهنا زائد تعطينا 0 القسمة تامة الآن ماذا يمكن بعدما القسمة أصبحت تامة ماذا يمكن أن نقول؟ نقول أن هذه القيمة تساوي أن x ناقص 1 ضرب 4x زائد 1 وانتهى الأمر فقط معنا نصبح لنا هكذا limit المقام لا نلمسه لهو x ناقص 1 ضرب 4x مربع زائد 1 والبسط يصبح لنا x ناقص 1 ضرب 4x زائد 1 لما x يؤل إلى الواحد بقيم أقالية ذهب هذا مع هذا تصبح الآن قضية قضية التعويض فقط عوذوا الآن في البسط عوذوا الآن بعدما ذهب هذا مع هذا هنا بواحد وهنا بواحد ألا نجد في البسط 4x1 هي 4 زائد 1 هي 5 والما قام كذلك عوذوا هنا بواحد 1x4 زائد 1 خمسة تصبح لنا كم؟ تصبح لنا واحد إذن الاشتقاقية على يسار الواحد كم؟ إنها الواحد إذن ماذا يمكن أن نقول؟ بما أن وجدنا هذه القيمة امتبثوا جيداً بما أن وجدنا limit جيل x ناقص جيل واحد عفوا قلت ناقص جيل واحد على x ناقص واحد لما x يقول إلى الواحد بقيام أقل وجدناها واحد وواحد ينتمي إلى R يعني قيمة منتهية يعني تساوي لنا L يمكن أن نكتب هنا وتساوي L حيث L هي الواحد وهذا الواحد ينتمي إلى R نقول فإن الدالج قابلة لمن؟ للاشتقاق عند الواحد من ماذا؟ من اليسار ليس عند الواحد بالضبط عند الواحد من اليسار لأنه عند الواحد لم نقطع لك حتى نجد نسبتان يعني من اليمين وجدناها واحد من اليسار واحد ونحسب ما من اليمين إذا وجدناهم كلا هما واحد فنقول تقبل اشتقاق عند الواحد بالضبط أما هنا حسبنا عند جيهة من المجال فنقول عند الواحد من اليسار بزال عندنا نحسب النهاية عند الواحد من اليمين نتابع جيدا كذلك أبنائي إذن بعدما حسبنا النهاية من اليسار نأتي الآن نأتي الآن إلى الاشتقاق من اليمين إذن نكتب هنا ثانيا اكس أكبر أو يسعينا ماذا يسعينا واحد لاحظوا جيدا وانتبهوا معي نقطة نقطة أبنائي حتى نتعلم الآن إذا قلنا limit G ل X ناقص G عفوا G ل X ناقص G ل واحد على X ناقص واحد لما X يقوله إلى الواحد الآن بقيم أكبر مع قلنا أن G ل واحد حسبناها في الأول تذكروا إنها الاثناء تصبح لنا تساوينا limit الآن بقيم أكبر ها هي القيمة إنها 2X زائد جذر X مربع ناقص واحد ناقص G ل واحد وهو 2 على X ناقص واحد لما X يقول إلى الواحد بقيم أكبر هكذا نكمل الآن العملية رويدا رويدا ولا نتعجل تصبح تساوينا limit ننتبه أخي أبنائي تصبح لنا 2X ناقص ماذا ناقص 2 يعني هذا أتيت به إلى هذا الطرف يعني لا يغير إشارته ترتيب فقط زائد الجذر X مربع ناقص واحد على X ناقص واحد لما X يقول إلى الواحد بقيم أقل عفوا بقيم أكبر أعتذر بقيم أكبر تصبح تساوي هنا أبناء يمكن أن نعطي لها عدة طرق ما رأيكم أن نفكه نضع هذا لوحده وهذا لوحده كيف؟ تصبح لنا هكذا سبحانا الليميت 2X ناقص 2 على X ناقص واحد زائد جذر X مربع ناقص واحد على X ناقص واحد لما X يقول إلى الواحد بقيم أكبر يمكن هنا أن نستخرج الاثنان عام مشترك فيذهب هذا مع هذا لم أفعل شيء هنا كانت 2X ناقص 2 استخرجت الاثنان عام مشترك فذهب هذا معها فماذا نتج نتج لنا لميت 2 زائد جذر هكذا X مربع قلت X مربع ناقص واحد على X ناقص واحد لما X يقول إلى الواحد بقيم أكبر لم أفعل شيء حتى الآن أنا أطبق الآن نتابع نقطة نقطة أبني ولا نتعجل أركزوا معي أرجوكم إذن نكمل لكن عليكم بالانتباه لاحظوا إلى X قلنا يقول إلى الواحد بقيم أكبر ما معنى هذا معنى X قلنا هكذا يقول إلى الواحد بقيم أكبر تقرأ معنى إنه X أكبر تماما من الواحد ما رأيكم لو ننقل هذا إلى هنا يصبح لنا X ناقص واحد كيف هو قيمة مجابة مما هذا ماذا يعني يا أبناء في هذا الكلام يعني أنه يمكن أن نكتب X ناقص واحد هذا يصبح لنا هو جذر X ناقص واحد ضرب جذر X ناقص واحد لماذا؟ لأن قلنا القيمة مجابة والقيمة مثلها كمثل 2 هو جذر 2 ضرب جذر 2 لماذا؟ لأن الجذر 2 مجاب إذن يمكن أن نعوذ هكذا تصبح لنا لميت 2 زائد هذا الجذر الذي بالداخل أليس هو المتطابق الشهي على رقم 3 اللي هو X ناقص واحد يصبح لنا X ناقص واحد ضرب X زائد واحد لم أفعل شيء والمقام نكتبه على شكل جداء للجذر اللي هو X ناقص واحد ضرب ماذا؟ ضرب X ناقص واحد لما X يؤول إلى الواحد لكن بقيم أكبر هو بقيم أكبر هو الذي سمح لنا بأن نقوم بهذه الإنجازات الآن يمكن أن نكمل بما أن هذه القيمة مجاب في المجال X أكبر من الواحد في المجال X أكبر من الواحد فيمكن أن نكتبها تصبح لنا تساوي لميت ركزوا نقطة نقطة 2 زائد يمكن الآن أن نقوم بالتفكيك لمن ذا الذي سمحنا بالتفكيك أن X أكبر من الواحد اسمعوا جيلا وانتابهوا معي فتصبح لنا هكذا جذر X زائد واحد ضرب جذر X ناقص واحد على X جذر X ناقص واحد ضرب جذر X ناقص واحد لما X يؤول إلى الواحد بقيم أكبر فماذا حدث أنه هذا ذهب مع هذا فأصبحت تساوي لنا لميت وقلت ها هو الذي سمحنا بهذه الإنجازات وإلا لا يجوز تصبح لنا هكذا لميت 2 زائد جذر X زائد واحد على جذر X ناقص واحد مع X يؤول إلى الواحد بقيم أكبر بما أن بقيم أكبر فكلهما موجبان تصبح لنا تساوي لنا لميت اسمعوا جيدا البسط لو نأتي إليه البسط لو نأتي إليه أو تصبح لنا 2 زائد ندخل ندخل على بعضهم البعض لأن كلاهما موجب تصبح لنا X زائد واحد على X ناقص واحد لما X يؤول إلى الواحد بقيم أكبر لو نأتي الآن إلى البسط ونعوذ بواحد كم نجد نجد اثنان أما المقام نجد سفر نأتي الآن لاحظوا وانتبهوا معي نحن قلنا أن X يؤول إلى الواحد بقيم أكبر لو نأتي بهذا إلى هنا ماذا يصبح صبحنا هكذا X ناقص واحد هكذا يصبح يؤول إلى الصفر بقيم أكبر لماذا أبنائي ناقلته إلى الطرف فعم معناه أن X ناقص واحد هذا قيمة موجبة تقترب من الصفر كأن ما تصبح لنا 2 على 0 زائد قلت 2 على 0 زائد يعني في هذا المكان تصبح لكم هنا ماذا تصبح لنا هنا كليا 2 على 0 زائد و2 على 0 زائد في الرياضية كم تعطي لنا تعطي لنا زائد مال نهاية قلت تعطي لنا زائد مال نهاية يا أبنائي أما هذا يعطينا كم 2 مع المال نهاية فلا يحدث شيء فماذا يمكن أن نقول لاحظوا ماذا وجدنا إذن لاحظتم أبنائي كم وجدنا وجدنا أن 90 زائد مال نهاية إذن ننتبه جيدا إلا أن هنا في ثانيا هنا نقول X أكبرت من الصفر أكبرت من الصفر لما نأتي إلى الاشتراك وانتبهوا معي لماذا لاحظوا أبنائي وجدنا قلنا أن النهاية النهاية هذه النسبة اللي هي limit limit اسمعوا جيدا G لX ناقص G لواحد على X ناقص واحد لما X كان يؤلو إلى الواحد بقيام أكبر وجدناها تسعينا زائد مال نهاية والزائد مال نهاية قيمات غير منتهية معنى لا تنتمي إلى R لأن R يكون المجال عند الزائد مال نقص مفتوح إذن نقول ومنه الدل G غير قابلة لمن للاشتقاق عند ماذا عند الواحد من اليمين لاحظوا الآن ثم قال هو في السؤال قال وفسر نتجة هندسيا ها هي وفسر نتجة هندسيا هنا فإن الدل جي قلنا قابل الاشتقاق عند واحد من اليسار ومنحناها البياني هنا في الحالة الأولى ومنحناها البياني يقبل ماذا يقبل نصف مماس معامل توجيهه ما هي معامل توجيهه يا أبني يساوي أنه هي القيمة التي وجدناها لما حاسبنا الاشتقاق هي كامل واحد تصبح لنا معادلته إذا سميناها تي إيغراج يساوي من F عفوا G G فتحة لوحد في X ناقص واحد زائد G لوحد تصبح لنا إيغراج يساوي من G فتحة لوحد ها هو هو هذه القيمة التي وجدناها كامل إنها واحد معا تصبح لنا X واحد في X ناقص واحد زائد G لوحد ها هو أمامك إنه الاثنان فتصبح لنا Y يساوي لنا X ناقص واحد زائد اثنان إذن Y يصبح لنا X زائد واحد هذه هي معادلة نصف الممس الأول نأتي الآن إلى معادلة نصف الممس الثاني نقول هنا لا تقبل الاشتقاق بما أن أنا لا تقبل ومنحناها هذا هو التفسير البياني ومنحناها البياني ماذا يقبل نصف ممس كيف هو عمودي عمودي يا أبنائي نصف ممس عمودي اسمعوا معادلته X تسوينا القيمة التي حسبنا عندها الاشتقاق كامل واحد كيف معنها يأتيكم مثلا يأتيكم ها كذا اسمعوا كيف يأتي يأتينا مثلا منحنا ها كذا فذلك نصف ممس يأتي ينطلق من هنا متجها نحو الأعلى يعني ميله يكون زائد مالا نهاية حتى نفهم الفكرة جيدا هذا هو التفسير إذن لما تحسبون الاشتقاق وتجهون مالا يقول نصف ممس معادلته وهذه القيمة X تسوي لنا واحد فقط أبنائي بعد ما أنهينا مع هذا نتطرق الآن إلى الجزء أحسب النهايات للدلاج هنا أكيد الدلاج بما أنها معرفة على R فإن نحسب النهاية من اليمين ومن اليسار وإلا أن نحتاج إلى عبارة الدل F لأن هي تمثل جزء من عبارة الدلاج إذن نأتي بها ونضعها في هذا الموضع ونقول حساب النهايات للدل التي سميناها G إذن نكتب هنا limit G ل X لما X يؤل إلى الناقص مالا نهاية تساوي هنا limit ماذا limit F ل X لما X يؤل إلى الناقص مالا لماذا هذا المجال كيف يقرأ أليس هو من ناقص مالا نهاية إلى الواحد نعم إذن لهذا نحتاج إلى العبارة الأولى هذه حتى تفهم أي عبارة سوف تتخذ هذه النقص مالا تنتمي إلى هذا المجال إذن نأخذ العبارة F والنقص مالا نهاية حسبنا عند نهاية عند نهاية الدلة F وجدنا ها ثلاثة تذكروا هذا يقول أحدكم أين هذا الكلام ها هو هذا ذلك الكلام حتى لا تقول ها هي أمامكم ثلاثة ثم بعدها نأتي إلى حساب نهاية الدلة عند الزائد مالا فنقول limit G ل X لما X يؤل إلى زائد مالا نهاية تساوي ها هو المجال هذا إذا ترجمنا نقول من 1 إلى زائد مالا نهاية الزائد مالا تنتمي إلى هذا المجال إذن نأخذ العبارة هذه إذن ماذا نقول تساوي لنا limit 2 X زائد جذر X مربع ناقص 1 لما X يؤل إلى Z مالا نهاية عوض هنا زائد مالا نهاية وهنا كم زائد مالا نهاية الزائد مالا وزائد مالا ليس حالة دم تعين إنما تعطي لنا زائد مالا نهاية إلا أن هنا يوجد تفسير بياني أن Y يساوي لنا ثلاثة مستقيم مقارب كيف هو أفقي لمن لمن معناه لمنحن أدال J فقط أبنائي بعدما أنهينا مع هذا نأتي الآن إلى G قال بحسب نهاية G لX ناقص ثلاثة X لما X يؤل زائد ما ثم أعطي تفسير هندسية إذن نكتب هنا حساب limit G لX ناقص ثلاثة X لما X يؤل إلى زائد مالا نهاية أكيد هنا يبحث عن مستقيم أنه يثبت هذا مستقيم مقارب مائل فتصبح لنا limit الجيل X وهي 2X يقول أحدكم أي عبارة سوف نتخذ هل عبارة هذه أم نأخذ العبارة الثانية لماذا لأن تفسير هذا أليس هو من الواحد إلى زائد مالا نهاية إذن زائد مالا نهاية ها هو المجال إذن فنأخذ هذا العبارة لو قال ناقص مالا نهاية لنأخذ هذه العبارة حتى نفهم أي عبارة سوف نتخذ دائما قموا بهذه المتراجحات أو المتبينات قموا بترجمتها إلى شكل مجال وابحثوا عن القيمة التي ينتم إليها لأخذ العبارة المناسبة سبح لنا 2X زائد جذر X مربع ناقص 1 ناقص 3X لما X يؤول إلى زائد ما لنهاية عندنا هذا مع هذا كم يصبح تصبح لنا limit ثم ماذا ثم جذر وهكذا X مربع ناقص 1 ناقص X لما X يؤول إلى زائد ما لنهاية لو نعوذ تعويض مباشر هنا عند زائد مالنهاية وهنا ناقص مالنهاية حالة عدم تعين تقول القاعدة إذا كانت إسمعوا إذا كان المعامل هذا والمعامل هذا لاحظوا متساويا انظروا هذا وهذا هم يظهر أنه متساويا وحالة عدم تعين نستعمل ما نسميه المرافق فتصبح لنا limit المرافق ها هو المعروف في الرياضيات إذن عندنا X مربع ناقص 1 ناقص X نضرب وها X مربع ناقص 1 زائد X على X مربع ناقص 1 تحت الجذر زائد X لما X يؤول إلى زائد مالنهاية فتصبح لنا المتطابقة الشهيرة A ناقص B ضرب A زائد B تساوي مربع الأول زائد ناقص مربع الثاني إذن تصبح هكذا مربع الأول هو أنه لما نربع هذا الجذر يذهب ناقص مربع الثاني ناقص هذا وهو ناقص X مربع على X مربع ناقص 1 تحت الجذر زائد X لما X يؤول إلى زائد مالنهاية فذهب هذا مع هذا لما ذهب هذا هنا تصبح هكذا العبارة الآن تعارم هذه ماذا تعطي لكم عند الزائد مالنهاية هذه زائد مالنهاية وهذه زائد مالنهاية فتصبح لنا ماذا تصبح لنا ناقص 1 على زائد مالنهاية ناقص 1 على زائد مالنهاية لا يختلف 2 إنما صفر لماذا أبنائي لأن المقام عوض لا يوجد حالة لم تعين في المقام مالنهاية ناقص 1 على مالنهاية إنها صفر ماذا نقول نقول ومنه المنحنى C ج ماذا يقبل ماذا مستقيم مقارب مائل بجوار الزائد مالنهاية معادلته أو معادلته الدكارتية هي هذا عكس ها لخظ هو هذا عكس إشارتها ناقص 3 إكس قول 3 إكس لو أعطي لنا هنا زائد عكس إشارة قول ناقص 3 إكس دائما هذه أنصحكم بها إذن إجلاج يسألنا 3 إكس إنه مستقيم مقارب مائل للمنحن C F بجوار الزائد من هذا هو التفسير البياني الذي ذكرته هنا هنا يمكن أن نكتب التفسير البياني أو الهندسي لهذه النهاية التي وجدناها تسألنا صفر فقط أبنائي وفي الأخير أبنائي وبناتي الأعزاء أتمنى قد استفدتم من هذا الفيديو كما أرجوكم أن لا تنسونا بالدعاء بالصحة والعافية والترحم على رقم الطاهرة كما يمكنكم زيارة صفحة على الفيسبوك إنها صفحة الأستاذ نور الدين ليصلكم جديدا باستمرار وفقكم الله لما يحب ويرضى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته